اتفاق جديد لوقف اطلاق النار بين المجموعات المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس اتفاق اعلنت عنه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بعد اشتباكات خلفت حتى الان عشرات القتلى والجرحة اشتباكات وصفت بالاعنف منذ دخول حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج الى طرابلس اواخر اذار سنة 2016 قوات اللواء السابع بمدينة ترهونة والذي حله المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في شهر نيسان الماضي بدأت الاشتباكات بالزحف نحو المدخل الجنوبي لطرابلس والاستيلاء على بعض المواقع بعد قتال مع الكتائب التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الامر الذي استدعى تدخلا من قوات من مصراته والزنتان لفضل اشتباكات بطلب حكومي ثم ما لبثت دائرة المعارك ان اتسعت لتضم اطرافا ومجموعات مسلحة جديدة ولتقترب طرابلس من خطر مواجهة شاملة لم يبدده الاتفاق الاخير لوقف القتال غير ان ثمت بعدا اخر يزيد الامر تعقيدا فالاشتباكات في العاصمة الليبية تتزامن مع تسارع الخطى وتكثيف الجهود محليا ودوليا بهدف الوصول الى اجراء الانتخابات العامة المقررة في العاشر من شهر كانون الاول المقبل وفق اتفاق باريس المبرم في ايار الفائت ما يعني ان هناك من الاطراف من يسعى لعرقلة المسار السياسي ولعل ذلك ما دفع المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة الى مهجمة اعضاء مجلس النواب الليبي ووصف بعضهم بالشخصيات الطموحة التي تعمل لمآرب شخصية وللبقاء في مناصبهم بينما الشعب الليبي هو الذي يدفع الثمن وبحسب محللين فانه من الصعب والمبكر توقع مستقبل المسار السياسي في ليبيا بالنظر الى احتدام الصراع المسلح في العاصمة واختلاف انتماءات وتوجهات المجموعات المسلحة المشاركة في القتال الامر الذي من شأنه ان يفرز معادلات جديدة للقوة في طرابلس سواء بحسم احد الاطراف للصراع عسكريا او بتسوية سياسية ترسم خريطة جديدة لمناطق النفوذ والسيطرة